عزيزي المواطن المستورد عزيزي المواطن المستورد عايز مصلحتك ولا لأ ده واحد اتنين عايز المواطن المستهلك هو كمان يحصل على سلعة جيدة بمواصفات جودة محترمة ولا لأ طيب اذا كان الامر كذلك يبقى لازم 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 نستعد من دلوقتي للتطبيق التجريبي لمنظومة ال-ACI في المواني الجوية المواني الجوية المطارات ده بالتعاون مع مجتمع الاعمال في مصر يعني ايه؟ يعني فيه نظام للتسجيل المسبق او المسبق انقرات للشحنات يعني حضرتك هتطلب حاجة هتستورد شيء من بلاد برة حلوة كده لازم بتخش على التطبيق وتبدأ تكتب المواصفات بتاعة الشحنة ده في اطار توجه عام في الدولة اللي بنسميه توجه الاستراتيجي لإيه؟ للتحول الرقمي في الدولة المصرية عشان يتقدم لك انت والمستهلك دايما الحل التكنولوجي في كل القطاعات no more ورق خلاص احنا مش عاوزين الحاجة بالورق ومش عارفين نقرأ الخط وهو مكتوب ايه؟ وبلد المنشأ ايه؟ والمصنع اسمه ايه؟ ده صيني ولا ياباني ولا كوري ومكتوبة هي اللغة ايه؟ الماني؟ لا 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 ده يوناني لا ده ايطالي ايه لأخيره؟ طب المواصفات انا مش شايف الخط منغبش ايه لأخيره؟ بس قالبه منتهى البساطة انت عاوز منتجك بكافة مواصفاته تبقى واضحة صح؟ لمصلحتك تدخل الحاجة بتاعتك 100 فل و14 تخلص رسومك 100 فل و17 بعد كده بتاخدها وتستلمها وتطرح تمام؟ طيب زي ما بقولك ده في اطار تطوير منظومة العمل في مصلحة الجمارك والتبسيط والميكانة والسهولة العالم بين يديك عن طريق هذا الجهاز فمصر دلوقت بتعمل ايه؟ بتوصلك على انك انت هتقدر تستخدم الجهاز ده حتى وانت بتستورد شيء تحول تدريجي من بيئة العمل التقليدية الورقية بكل مشاكلها اللي احنا كلنا حفظنها الى ايه؟ الى بيئة رقمية حوكمة اجراءات الاستيراد والتصدير ده حقيقي طيب ده هيؤدي الى ايه؟ سرعة في الافراج عن الشحنات عن الرسائل عن البضائع تيسير العملية التجارية ده هينعكس اكتر عليك ما هو كل ما المدة بتقل والامور بتبقى ايسر ده معناها ان التكلفة بتقل ده يؤدي الى تحسين ترتيب مصر بشكل عام في مؤشرات التنفسية الدولية برضو ده بيصب في مصلحتك طيب تسهيل حركة التجارة تحفيز الاستثمار في حاجة احسن من كده طيب نظام التسجيل المسبق او المسبق للشحنات لخدمة الحركة اللي هو ACI للتجارة الدولية ده بيخدم حركة التجارة الدولية بيدعم التوجيه بالضبط اللي تكلم فيه فخامة الرئيس نحو ايه بقى كمان؟ تعزيز الصدرة فالمسألة هنا تخطط مسألة الاستيراد ولما باجي اصدر هي نفس القصة برضو رقمنة حوكمة سهولة يسر مدة اقل دقة اعلى بكتير غير كده ارجع بقى للمواطن المصري بس ما عندنا النهارد ده فقرة عظيمة عن المواطن المصري بس احكي لكم بس شوية كده انا كمان من حق المواطن المصري انه يحصل على منتج او بضاعة زي الفل وما تبقاش مجهولة الهوية ابقى اعرف مصدرها ايه فتبقى المواني بتاعتنا اللي هي بوابات لعبور البضائع مش للتخزين فالحاجة ما تتخزنش تبغوز تقدم ايا كان بقلل زمن الافراج الجمركي وبالتالي بقلل التكلفة طول ما هي موجودة في المخزن يعني بادفع ارضي طول ما انا بنجز بتوصل بسرعة للمحل بتاعي لمخزني للارفف للمستهلك الى اخير اذا ايه سي اي دي هي المصلحتك انت